السلام عليكم ورحمة الله نكمل صعوبات التعلم وكلنا التعريفات اللي احنا قلناها قبل كده فيها بعض الأمور اللي بتشترك مع بعضها البعض في موضوع صعوبات التعلم بتكون أوضح ما يكون في أداء الفرد فيه واحدة أو أكثر من المهارات الأكاديمية يعني عنده مشكلة في المهارات الأكاديمية الأساسية ما نتكلم على المهارات الأكاديمية الأساسية معنى الكلام ده نحن نتكلم على القواة الكتابة الحساب التهجيع الإملاء الأشياء الأساسية الخاصة بعملية التعلم بي العملية الأكاديمية طيب كمان صعوبات التعلم معامل زكائهم معامل زكائهم طبيعي يعني هم زكائهم متوسط أو فوق المتوسط عاديين ما عندهمش مشكلة في الزكاء عشان كده احنا بنقول صعوبات التعلم مايش نتيجة للعاقة العقلي أو للعاقات الحسية زي كانت سميها أو بصوية أو للعاقة الجسدية هي عاقة خاصة بنفسها وان لازم نفهم ان زكائهم زكاء عاري ما همش عندهم مشكلة زي العاقة العقلي ان هم أقل من سبعين طيب كمان الأطفال زي صعوبات التعلم بيحتاجوا لبقامل طوبية علاجية محتاجين لبقامل طوبية علاجية في بعض الأبحاث بتقول ان بيكون في خلل في الجهاز العصب المركزي وانا قلت ان اسباب صعوبات التعلم بتختلف من بحث الآخة ومن نظرية الى اخرى طيب نسبة شي هو صعوبات التعلم صعوبات التعلم طبعا البعض بتختلف من دولة لدولة ولكن النسب العالمية اللي بتتكلم على صعوبات التعلم هي من ثلاثة الى ستة في المية من ثلاثة الى ستة في المية من مجموع زاول اعقاد ونحن قلنا زاول اعقاد على عالميا تبقى لمنظمة الصحة العالمية كانت زمان يقولوا من عشر الاثنشر في المية لكن دلوقتي حديثا بقت من اتناشر الى خمستاشر في المية ترجمة نانسي قنقر